جديد لي آخر عمل كنت صورته هو فيلم من إخراج عزيز تازي بيتو فيلم أمريكاني فيه باتخيك الباتخيك ألتستون وهذا فيلم هذا حاليا داس بيرلين وإن شاء الله نتمنى وعما قريب يجي المغرب هذا بالنسبة للأعمال الأجنبية أما بالنسبة لعد ساريت مؤخرا على الفيلم من القرية منسية اللي دا أحسن جائزة في مهرجان ديال المكناس وكان مجدبة مصرحية لرحلة الكنوز الثلاثة عندي صديق ديالي اللي هو ثميته ناسيم العباسي مخرج كي عيش في المغربي مغربي يقرف الإنجليز كنا صورنا واحد فيلم ما ديال المونانوكل اللون بيتخاش وفي ذلك اللون بيتخاش كنت خدمت معه معنا وطنكو مبتيل وشارجي دو بكوديكسيو أنا والممتيل والفنان مختادر عبدالله شيشا من بعد جاء عزيز تازي اهضر مع ناسيم قال له باتك دير ياكو بخوديكسيو هنا في المغرب وشاف الفيلم كيفش تصوار عود له اليقوش دياله وقال له بأنه راقض معي ماجيد كمممتيل وهذا وكان عدي لقاء معه وقال لك فوالا بوكوابا نعودوا على تجربة هذه لا في تمتيل ولا في بخوديكسيو وكانت تجربة جزوينة يعني الدور ديالي كان شرطي اللي ما كنبينوش الحادات في انتي وقعوزها وشف المغرب ولا هذا خلينا في الشام وهذه كانت تاني تجربة تجربة الأولى كان عندي في واحد فيلم اسمته آلي الصونغوتو كانت تصورته في مدينة فرنسا ليل الفرنسية مع واحد المخرج مغربي جزائري فيلم قصير وهذه من تمام يخطي تجربة ديال الاحتلاف وهذه نقدر نقوله نعتبره بأن اول تجربة في الاحتلاف اللي هي بصح احتلافية بالنسبة للمجيد الكرون رمضان قريب دب احنا وولينا بحش باكية نخدمها في رمضان والتمر رمضان قريب بالفعل كانت عندي واحد المشاركة مع داود ولد سيد المخرج واحد سلسلة من اربع حلقات اللي هي الاسبكتور حمادي وكانت عندي مشاركة في مع الممثل ديدان ربيع القاطي عاطير عبد الوحد الاب المجاهد واخرون اللي كانت عندنا تجربة فيهم ما يكون ان شاء الله عم مقاريب سلسلة رمضانية كوميديا كوميديا انا كندير المصرح الكوميديا كوميديا يجب ان نرى بالحالة وليس بالحوار كثير من الناس يحبون لهم ان نقول الحوار ونتعوج هذا كوميديا لا الكوميديا هي الحالة هي التي تفرض ان نكون تنضحك ولا تنضحك وفي كل حالة يجب ان يكون سيناريو كوميديا كوميديا لكن الكوميديا يجب ان يكون لها مواقف التي تكون في محلها ونعطوه الجمهور كوميديا الكثير من الناس يدور التخرباق في هذه البلاد وهذه أنا نقول اليوم بأنها باركة من التخرباق ونصير اوكازين لكي نديروا شيئا مزيانا ما نقدرش نقول لك شكون ولكن مشي الاشخاص هم اللي مخص نصولوهم كنصولو الناس ديال البروديكسيون اللي كتحملوا مسؤولية كبيرة في هذا الشي حيث الممتيل نخصو يعيش وممتيل تواكي يرتاكب خطأ اللي نخصو يعزل المنتوجي يخدم فيه ولكن لما جو غيتي دال البروديكسيون كي يساهموا في هذا الشي هذا وتال قنوات كتساهم في هذا الشي نخص القنوات تهما مني تعطيهم واحد لمنتوج لأن هذا فلوس الشعباني ليس فلوس ديالي كله ديالي الناس كتخلص يتفرج خص تكون عندها منتوج ليكون مزيان ولكن مني نقرب رمضان ما نبقى شيئا شهرين ونقول لهم ونحن ندير سلسلة بوليسية ونصورها ونعطيها للمونتاج وندووزها وندووز الحلقات لا نحن نحن مريحين ما نديروا شيئا ولكن نجو تلك رمضان نبقى في شهرين ونحن نزاحمه الفوز ديالي ما يشجعني أكيد لأن هذه بداية جديدة وانطلاقة جديدة ولكن أنا عنا نخذه بواحد بواحد لوكوتي إيجابي ماشي سلبي تقول هذا ايه فزد ولكن ماشي كل شيئ سيبالا فاندي يموت ذا ما صافي حين تنديد جائزة لا دا بعد خصني نخدام وعد خصني مازال هدك واحد واحد الناس عدروي واحد واحد الجائزة باعتراف بالأداء ديالي في الفيلم ولكن سيبالا فاندي يموت أنا تقول بأن خصني مازال بزاف والطريقة وشوف لكي يقول لك في الفن بعد أن وصلت عرفوا سهلة أنا بقي على الوداية ديالي ومازال ان شاء الله يكونوا جوائي صخرة والجائزة الكبيرة وجمهور هذا هو جائزة اللي أرد عليك الجمهور وتبغيك هذه جائزة الكبرى أما تخوف في الديته وماشي شي حاجة كثيرة هذه بحل كي يقول لك وش عندك ماناجر لا تخلص مزيان هو هو الحق ديالنق بلا بلا جائزة المبتيرة تخلص مزيان هذا محقوق ملتصناش ندي جائزة مش نتخلص مزيان هذا أنا كنديل الفن ما كنديل شي عاجة أخرى تنديل الفن من الأجل الفن منك تدير لا خصك تخلص مزيان لأنك خصك تبدع وباش تبدع خصي يكون عندك دخل مزيان خصي يكون عندك تكون نراحة لبال ولكن بحكم احنا في الحمد لله في المغرب ما زال كنبكي وتنشكي وتنقولوا خاص لي تعاون معنا أنا بزاف الناس يأتي لك ويأتي لك ويأتي لك أخذ حال تعاون معنا وتنقولوا يبدال يا جور نطلعوا ونصبوا ونتعاونوا مكيش مشكلة من الفن خصك تعطي من الصواج الدراجة تخلص مزيان تخلص مزيان ويأتي لك ويأتي لك أكيد أبو الفنون أنا قدرت المصرح أخرج المعهد يعني خاص المصرح أول حاجة أنا مكيش العام لكي دوس عندي بلانجوش ثلاثة مصرحيات ولكن حتى التلفزة والسينما تتلقى في مراحتي أكيد المصرح ولكن تكدير المصرح تتلقى راحتك في كل شيء وأنا تقول بأن أنا مشخص وليس بممثل المشخص هو الذي يدير الأعمال كاملة يعني أي دور يجيك تقمسه وتلعبه الفرق كبير الفرق كبير في 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 التصوير بعدها في الإمكانيات المادية مالغريكو في المغرب الحمد لله لدينا مخريجين اللي بالإمكانيات قليلة تتعطي منتوج مزيان ودي ميزة ولكن بقديمة الجانب المادي يلعب الظهور كبير لأن لديك أكيد توفرك الظهور كاملة لكي تعمل بالراحة لك أما المنتوج الداخلي كاملة نسير الحمد لله على كل حال بخير والأخير لا أنا هاجرت هاجرت من كاسل تطوان ما بشي تفيد بشي تحضر البحر لا عمري ما فكرت نهاجر لأن شوف كل واحد دوروف ديالو الحمد لله أنا دوروفي مزيانة في المغرب إذا فكرت أنا نهاجر ولأخوري هاجر لما نخلوها البلاد شكل يخدمها نقدر مشين تكون ونجيئية ولكن نهاجر مع مري فكرت فيها لأن البلاد محتاجها لنا كنا نهاجر ونخلوها لا ما يمكنش